هي المرة الثانية التي يأتي فيها عيد العمال في ظل تفشي الجائحة الكونية برزنامتها وتدابيرها وبروتوكولاتها التي وضعت العالم، كل العالم، على أعتاب جائحة عالمية من البطالة هذه ما عادت مجرد أزمة صحة عالمية بل هي ضربة غير عادية وجهت لأسواق العمل بين عشية وضخاها نضال العمال تحول من المطالبة بالحقوق إلى المطالبة بالعمل تظاهرات الأول من أيار مايو هذا العام تنادي باشتراح حلول لأزمة سوق الشغل بعيدة المدى والتي دفعت الملايين من الناس إلى البطالة والعمل الجزئي والفقر أعداد العاطلين من العمل في العالم ازدادت بنحو 25 مليون شخص بحسب تقييم منظمة العمل الدولية خطر البطالة ليس أخف وطأة من خطر الفيروس بحد ذاته فأنه إضافة إلى الخسائر في الأرواح التي تسببت بها الجائحة تحذير عالي اللهجة لمنظمات دولية من أن الجائحة تسببت باختلالات اقتصادية واجتماعية مدمرة تهدد بدفع عشرات الملايين من الناس إلى براثن الفقر المطقع وارتفاع عدد ما يعانون من نقص التغذية في ظل أنظمة صحية وحماية اجتماعية ضعيفة ملايين الشركات تواجه تهديدا وجوديا ووفقا للمنظمات الدولية فإن نحو نصف القوى العاملة العالمية والبالغ عددها ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون شخص يتعرض لخطر فقدان سبل كسب العيش الأرقام مفزعة في أوروبا عدد الباحثين عن عمل أو العاطلين في الفئة العمرية ما بين الخامسة عشرة والرابعة والعشرين في دول الاتحاد الأوروبي ارتفع خمسة في المائة في السنة الماضية بحسب يوروستات في الولايات المتحدة ومع أن البيانات الرسمية أظهرت هبوط معدل البطالة بحوالى نصف نقطة مئوية في يناير كنون الثاني ليصبح ستة فاصل ثلاثة في المائة إلا أن الرقم لا يزال أعلى بكثير من مستوى ثلاثة فاصل خمسة في المائة المسجل قبل الجائحة أما في الدول العربية فقد أظهرت تقييمات منظمة العمل الدولية خفاضا كبيرا في الوظائف والدخل ولسيما في البلدان المتضررة من النزاعات تقرير منظمة العمل الدولية يوصي بحوار اجتماعي عالمي بناء ليكون مفتاح النجاح في تحقيق الحلول